النهاردة وزي ما حاك قلت فيه أجيال مختلفة وقفة على المسرح في الثلاثة أيام في الساحل وجمهور بيختلف كل يوم حسيت بداء إمتى وحسيت أن التجربة فيديتك أنت شخصياً مع جمهورك ومع زملائك في العمل أنا كان عندي مشاكل شوية معها لما أشتغل مع سوبرستار زي هنيدي أو مع نجوم أن أنا دائماً حريص على أني زي ما يقولوها إيه ما تخطاش النجم يعني تمام التجربة القبل كده كنا زي بعضينا كلنا وقفين على أرض واحدة زي ما يتقال يعني كلنا قضي بعض في الشهرة كلنا قضي بعض في المستوى كلنا قضي بعض اللي كان المسرح الحر أو المسرح المستقل أو المسرح اللي هو أو حتى مسرح الدولة هنا المسألة كانت مختلفة بس أنا دخلت شوية حتى في مصرح الدولة اشتغلت مع الأستاذ حسين فاهمي وأستاذ عزة العلاي اللي في أهلها بكواب اشتغلت مع أستاذ حسين فاهمي تاني في زاكي في الوزارة اشتغلت مع الفنان مجد رغم اللي وضه في حياتي في فنو جميلة بس برضه طبعاً سبعني للشهرة يعني الأستاذ مجد كدواني اشتغلت مع مصرحيتين الإسكافي مالكاً وفي حياتين أشعباح فاتجرأت خصوصاً أني لقيت أنهم الواحد كان ممكن يبقى سامع أنه ما ينفعش تقول إيه دوت مع النجم عشان النجم ممكن يداي أن أنت تبقى أعلى منه في منطقة أو تاخد منه الكلام دوتاً لقيت أن المسألة مختلفة تماماً عنه وأنا بصراحة ببقى الآن جداً لأن أنا الكوميديان ما ينفعش يتكسف زي ما بيتقال يعني ما ينفعش يتقل له لا أنت تقول دوت ما تقولش دوت خصوصاً لو لو هو حريص على أنه ما يخرجش بره دوره زي ما تقول يعني قالت أن المسألة مختلفة بالعكس ده هم بيسندوا للجنبهم يعني ترجمة نانسي قنقر